اختيار الأطباء والتمريد والفنين وكل العاملين في هذه المنظومة تم ازاي وعلى أي أساس؟ طبعا فنم هو العنصر البشري هو أهم عنصر في عناصر طبيق منظومة التعامل الصحي الشيء وبالتالي كان من البداية تم لفت النظر إليه ويعني تم تركيز الأنظار على العنصر البشري وزي ما حضراتكم شاهدتم في الفترة اللي فاتت كان فيه عدد كبير جدا من البعكات للخارج سواء كان لدولة إنجلترا وشفنا 35 طبيب من أطباء الأسرة اللي إن شاء الله على قديهم هيتم تطبيق نظام تطبيق الأسرة في بورسعيد تم تدريبهم على أعلى مستوى في الـ NHS في إنجلترا ورجعوا تاني ويدربوا زمائلهم دلوقتي على رأس العمل في المستشفات في الوحدات وفي المركز الرعية الأولية أيضا كان فيه تدريب مكتف جدا على رأس العمل من الخبراء اليابانيين موجود وهما متواندين حاليا وأعتقد أن احنا ممكن أقول لي اليابانيين كان دورهم إيه وانعرفة أن فيه كمان فرق من الهند قل لي اليابانيين دورهم إيه والهند دورهم إيه وليه الهند واليابان تحديدا طبعا الهند أو الشركة الاستشارية الكبيرة جدا اللي كانت مشاركة معنا فيه التدريب على رأس العمل وتقييم النظم الطب الأسرة ونقل خبرات الهندية في طب الأسرة هي شركة شهيرة واشتغلت في أكتر من دولة وتبقيت نظام طب الأسرة في أكتر من دولة وكان التطبيق ده كان تطبيق ناجح وبالتالي تم الاستعانة بيها علشان نوصل في الوحدات وفي المراكز الرعية الأولية عشان تقدر تحقق حاجة اسمها الـ Operational Excellence أو التميز في تقديم الخدمات في الوحدات والمراكز الرعية الأولية باعتبار أن الوحدات والمراكز هي البوابة الأساسية للحصول على الخدمة في النظام الجديد أما المجموعة الخبراء اليابانيين فكان ده بالتعاون مع المنظمة الجايفة وهؤلاء الخبراء كان دورهم الرئيسي لقل نظم الجودة لأنها طبعا اليابان مشهورة جدا بالجودة وبأنظمة الجودة وبالتوافق مع معايير الجودة وبالتالي كان دورهم الأساسي في هذه المنظمة هو مراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات والتدريب على رأس العمل على نظم الجودة علشان نوصل في النهاية أيضا للـ Operational Excellence في المستشفيات وبالتالي الـ Scope الخاص بالخدمة سواء كان فيه الأذعال الأولية في الوحدات وفي المراكز أو لو كان فيه الرعاية الثانوية أو الثالثية في المستشفيات أصبح بالكامل تم تدريب القوة البشرية المتوازدة سواء كانت أطقم طبية أو أطقم إدارية على نظم الجودة وبالتالي تقدر تقدم فعلا خدمة طبية تليق بالمواطن المصر